السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حددي يا أخوان جربت لابتوبات جدا كثير ولكن لابتوب بشاشة OLED من شركة اسوس اليوم غير شاشات OLED مختلفة وفعلا تفرق سواء شاشة OLED كان شاشة تلفزيون شاشة جوال كذلك أجهزة الكمبيوتر المحمول فعلا تفرق لو ما تمتلك جهاز OLED روح أي متجر وتفرج على شاشات OLED في أجهزة اللابتوب عشان يوصلك الإحساس اللي عندي مدري أحس تحمست بزيادة المهم بلاش أطول عليكم خلينا نبدأ الفيديو مع بعض طيب يا شباب اليوم معايا أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمول من شركة اسوس من فئة الزيم بوك وهذا الجهاز على التقنيات اللي فيه واللي بنتعرف عليها إن شاء الله في هذا الفيديو إلا إنه يعتبر واحد من أخف وأنحف الأجهزة من نفس الفئة خلونا ناخد نظرة سريعة على المنافذ المتوفرة بالجهاز فعندنا من الجهة اليمنى منفذ USB Type A الجيل الأول 3.2 وأيضا منفذ قارئ لكرتة ذاكرة أما من اليسار فعندنا ثلاث منافذ منفذ HDMI ومنفذ USB Type C Thunderbolt واللي يدعم الشحن السريع ونقل البيانات يصل إلى 40 جيجا بالثانية كذلك يدعم شاشات العرض الخارجية بدقة 4K UHD وما زلنا في التصميم هذا الجهاز يأتي بلوحة مفاتيح جديدة بدون أي مساحات من الجانبين ومريحة جدا بالكتابة ولأول مرة صف أيمن لأهم الوظائف والصف العلوي هناك العديد من إزرار للوظائف السريعة مثل التحكم بالصوت ومستوى إضاءة الشاشة كذلك قفل الكاميرا عند عدم الحاجة وبرنامج My Asus الخاص بالجهاز للعديد من المهام وأيضا عندنا مساحة التراكبات بضغطة بسيطة تقدر تحولها للوحة أرقام تستخدمها بشكل أسرع الجهاز مصمم بمفصل ليعطي وضع الكتابة المحسن وفيه بيتم رفع الجهاز شيء بسيط للأعلى عشان تكتب بشكل أريح لوضع اليد كذلك لتبريد أفضل وجودة صوت محسنة فهذه يا أخوان الرفع البسيطة هتفرق كثير بالجهاز يعني ما يصير الجهاز حار وهو لاصق بنفس السطح اللي موجود عليه وأيضا بما أنه الاسبيكرات موجودة أسفل الجهاز فحيعطي صوت أفضل وأيضا عند نفس راحة اليد وانت جالس تكتب أفضل من كون الجهاز على سطح مستوي الجهاز يدعم تقنية الصوت الاسوس AI لإلغاء الضوضاء وهذا بيفيد لو حاضر مثلا اجتماع أونلاين ما بيكون فيه أي أصوات بشرية من حولك أو لو انت على سبيل المثال في المطار أو في مقهى لأن الجهاز فعلا خفيف فحيريحك فعلا لو انت واحد تسافر كثير أو تستخدم اللابتوب لاستخدامه الأساسي ماهو ثابت في مكان واحد خاص للتنقل فحيريح جدا كذلك مزود بسماعات من الشركة المتخصصة بالصوتيات هارمون كاردون ومن أهم مميزات هذا الجهاز واللي فعلا يخليه يفرق عن كثير من أجهزة اللابتوب هو بكل تأكيد الشاشة فيأتي الجهاز بشاشة OLED بمقاس 13.3 بوصة بدقة Full HD 1920x1080 بيكسل وتدعم HDR ويصل السطوع فيها لأربعمية شمعة هذه الشاشة تستحوذ على أكثر من 88% من واجهة الجهاز شاشة العرضة الكاملة بإطار نحيف جدا من الجوانب وتأتي بتصميم النانو إيج وبتدرج لون سينمائي يعني متعة بمشاهدة الأفلام والألعاب إيش يعني شاشة OLED؟ إيش تفرق عن شاشات الـ NCD؟ يعني بتعطيك ألوان طبيعية ألوان حقيقية بتشوف اللون الأسود فعلا أسود بدون أي بهتان كذلك الألوان الأخرى بتشوفها زاهية وكذا وصاطعة وجميلة لتوسط الشاشة بالأعلى كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء الـ IR لتتعرف على الوجه بسرعة وبأمان لفتح الجهاز خلينا نشوف الآن العتاد الدسم لهذا الجهاز الجهاز يأتي بمعالج من الشركة الرهيبة شركة أنتل وهو معالج i7 الجيل 11 وذاكر عشوائية 16 جيجا رام ويقبل الترقية لـ 32 جيجا ومساحة تخزين داخلية 1 تيرابايت من نوع SSD ويدعم الواي فاي 6 وبكل تأكيد الجهاز يأتي بنظام ويندوز 10 ويقبل الترقية لويندوز 11 أما بالنسبة لبطارية الجهاز فتصمت تقريبا 13 ساعة وتختلف بكل تأكيد بالاستخدام من شخص لآخر ولكن اللي يميز هذه البطارية أنها تدعم الشحن فائق السرعة 65 واط يعني تقدر في 49 دقيقة فقط تشحن اللابتوب بالكامل من صفر إلى مين 49 دقيقة تشحن اللابتوب مجول لابتوب ففعلا سرعة الشحن بتفيد كثير في جميع الأجهزة التي تدعم الشحن السريع هذا الجهاز يا أخوان مو بس للإنتاجية هذا الجهاز للإنتاجية والمتعة معها ده أنه فعلا شاشات الأوليد تفرق هذه تقريبا كانت أهم المواصفات والمميزات لهذا الجهاز قبل أختم معاكم شركة إسوس مسوية عرض حاليا وهذا العرض إلى نهاية عام 2021 وهو أنك ممكن تربح فيه ضمان سنتين شامل الكسر أو قسيمة شرائية بقيمة 200 ريال من أمازون وكل المطلوب منك فقط ترك تعليقك وتقييمك لو اشتريت أي جهاز من إسوس وبتدخل مباشرة في عملية السحر وإن شاء الله أترك لك كامل التفاصيل ورابط الشراء بصندوق الوصف أسفل الفيديو بكذا أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو أعطيكم ألف عافية لا تنسوا من لايك وسبسكرايب في القناة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر